ما انتصل الى هذا المكان شرق جنين حيث مجمع المدارس والمنطقة الصناعية ومديرية الصحة المركزية اضافة الى هذه المحل التجارية حتى تتكشف معاناة المواطنين الناجمة عن ترهل البنية التحتية لشوارع تشكل رئة اساسية لتسيير حياتهم معاناة اضحت كابوسا يؤرقهم وعصا في دولاب الارتقاء بحياتهم في الشتاء لانه بالمي بتغطي الشارع كلاته وفيه حفر كثيرة وما منشوفش في المرة اجوار كلاته والمطبات كلاته منشوفهاش فيها مناهل برضو مهترية ومندب فيها في المطر لانه المي والسيل كلاته بيغطي طالب جاي على مدرسة جاي لابس نظيف فبالتالي الوحل بده يغطي جريه يوسخ ملابسه وبالتالي بده ينعكس جوه على المدرسة هو بده يلتهي روح ينشغل روح غير اواعي ولا يفوت على الصف يعني يقع في حيري اليوم في عندي طلاب غياب كثير بسبب الشارع وديت انا ثلاث او اربع طلاب غيروا غيروا ملابسهم فبالتالي هذا مش وضع غير هيك غير انه بالشتاء بل وضع هذا بالصيف الغبرة بلدية جنين الجهة المخولة في المدينة لمتابعة بنيتها التحتية واعادة تأهيلها اوعزت هذا الترهل لاسباب شكلت عائقا امام تحقيق هذا التأهيل اهمها نقص المردود المالي وارهاق خزينتها بالديون المتراكمة عليها وفق تعبيرها الخلل وانه احنا في بلدية جنين كان على البلدية التزامات كبيرة وحاولنا ومنحاول انسد جميع الالتزامات اللي على البلدية للموردين وكان هذا سبب في نقص الخدمات اللي احنا لازم نكون نقدمها للمواطن ثلاثمائة الف مواطن او ما يزيد يعيشون في محافظة تشكل بوابة الوطن الشمالية وسلة فلسطين الغذائية لاحتضانها الجزء الاكبر من سهوله الزراعية بين مترقة ما تعكسه بنية المكان التحتية وسندان غياب متابعتها او حتى شح امكانات تحقيق ذلك يبقى المواطن ضحية لمشكلة انعكست تبعاتها سلبا على حياته احمد نزال تلفزيون فلسطين جنين